إلى شبوى حيث وصيب عاملاني أثناء استهداف طيران مسير ميناء قنى النفطي بمديرية رضوم في المحافظة واتهم مصدر في شركة النفط جماعة الحوث بالوقوف وراء الطيران المسير أثناء إفراغ باخرة حمولتها في المدينة أو في الميناء وأكد المصدر إيقاف عملية تفريغ الباخرة ومغادرتها الميناء بعد الاستهداف الذي تعرض له في سياقنا خر قتلت امرأتان وجرح آخرون جراء اعتداء مهاجر أثيوبي على أسرة في مدينة مرخص سفلى بمحافظة شبوى وقال مصدر للمهرية إن المهاجر الأثيوبي تسلل إلى منزل الأسرة فجرا واعتدى على الموجودين ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة آخرين وضف المصدر أن مواطنين تمكنوا من القبض على الجاني وأن ذوي الضحايا قتلوه على الفور